السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي تطبيق الاختصارات من أهم وأفضل التطبيقات لأجهزة الآيفون والآيبات التطبيق يعمل على إصدار 12 وأحدث فقط لا غير التطبيق كان لمطور واشترته شركة أبل وطورت في التطبيق وأصبح من أهم التطبيقات اللي لازم تكون بجهازك التطبيق عبارة عن خدمات تقدمها برامج جدا كثير وهو بيختصر لك هي باختصار فبتوفر أيضا مساحة في جوالك وأيضا بيكون سرعة في الاستجابة للعمل اللي أنت تبغى طبعا أنت بنفسك تقدر تنشئ اختصارات ولكن تحتاج إلى شوية معرفة بالأوامر اللي حتحتاجها لإنشاء هذا الاختصار ولكن في تويتر مبرمجين جدا كثير وأنا نقيت أفضل هذه الاختصارات من أفضل مبرمجين لهذه الاختصارات وحتى طلكم هي في صفحة واحدة فيها أكثر من ثلاثين اختصار كل اختصار وظيفته وأيضا مبرمج هذا الاختصار لو أنت حابب تتابع بتويتر وتشوف أحدث الاختصارات اللي بيتم تصميمها من خلاله فهذا الفيديو حنشوف ونتعرف على بعض منها عشان ما نطول الفيديو مع بعض والبقية حتكون بنفس المثال اللي احنا حنشوفه في هذا الفيديو حنشوف اللي هو طريقة تثبيت الاختصار على تطبيق الاختصارات عندك وأيضا كيفية استخدامه والاستفادة منه وأيضا لو أنت حابب تعدل على اسم الاختصار أو خلفية الاختصار وإلى آخره براحة نطول للمقدمة مع بعض وروابط الاختصارات كلها هتلاقيها في رابط واحد بصندوق الوصف أسفل الفيديو خلينا نشوف الفيديو مع بعض طيب هذا هو تطبيق الاختصارات بمجرد تحميلك للتطبيق بتدخل على التطبيق هنا بيكون عندك مكتبة الاختصارات هذه كلها اختصارات أنا مثبتها على جهازي طبعا لو عندك أكثر من جهاز من أجهزة أبل آيفون وأيباد وداخل بنفس حساب الأيكلاود حتلاقيها موجودة في كل الأجهزة يعني اللي تضيفه من هنا بينضاف عندك في بقية الأجهزة بفكرة الأيكلاود واللي بتحدفه من هنا أيضا بينحذف من الكل عندك هنا المعرض هذه اختصارات بتكون يعني كأمثلة جاهزة من نفس أبل أو أنك تسوي مثلها أو أنك تعدل عليها وإلى آخره ولكن هنا عندي المكتبة جاهزة وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو اللي شتعب نفسي يعني مبرمجين كثير بيقدموا لنا اختصارات جاهزة فطريقة تثبيتها تثبيت الاختصارات جدا سهل وبسيط لو دخلت على الرابط اللي بالأسفل حتلاقيه طبعا بشكل أفضل من هذه الصفحة ولكن كنفس المثال بمجرد أنك تضغط على أي وحدة بالطريقة هذه حيفتح معاك مباشرة تطبيق الاختصارات هنا بتشوف إظهار الإجراءات إيش هي الإجراءات؟ يعني متطلبات أو صلاحيات هذا الاختصار حتلاقي طبعا كل مبرمج حاطط لك حسابه وأيضا حتلاقي إيش الأوامر اللي بتطلب تطبيقها في هذا الاختصار إحنا هنقول له إحضار الاختصار بعدين تم الآن بيقول لي أن هذا الاختصار موجود عندك بالفعل فأقول له مثلا استبدال بس عشان أوريكم الآن خلاص بيقول لي تم الإضافة إلى المكتبة لو رحنا إلى المكتبة ومثلا فخلينا نشوف مثلا اختصار سرعة الإنترنت بمجرد أنك تضغط عليه حيقول لك فحص السرعة الآن بيفتح موقع لقياس سرعة الإنترنت الآن أنت أوفرت على نفسك تطبيق لسرعة الإنترنت عندك في تطبيقات كثيرة كلنا نعرف لإجراء السرعة تبع الإنترنت فأنت أوفرت على نفسك تطبيق أيضا تقدر بدون ما تدخل نفس التطبيق تقدر من خلال شاشة الإشعارات من خلال شاشة الإشعارات لو اتجهت على الأوامر اللي هنا حتحصل عندك تطبيق الاختصارات لو ما حصلتوا عندك حتسوي تحرير ويضيفوا من علامة الزائد وطبعا تقدر ترتبوا وتعدل مكانه في أي مكان حابب يكون فأنا بخليه آخر شيء مثلا هنا نفس الشيء لو دخلنا على اختصار آخر مثلا الطقس لو ضغط على الطقس اللي هو إشعار درجة الحرارة تاريخ اليوم الساعة بهذا الشكل السريع طيب لو حبيم مثلا نجرب اختصار آخر خلينا نشوف مثلا دمج الصور دمج الصور أيضا جدا رائع لو دخلنا ودمجنا مثلا هذه الصورتين تم الآن بيقول لي تبغى مربعات أفق رأسي مثلا بختار مربعات الآن التباعد بخليه اللي هو أفضل شيء عشرة بعدين تم الآن جب لي هي بهذا الشكل خلاص الآن بضغط السهم وبس بحفظها عندي من خلال حفظ الصورة أو حتى لو سويت تم من فوق الآن بيجيب لي متابعة أو العودة لو خليت متابعة بيجيب لي أنا بيسوي لها مثلا على تويتر واتساب اللي هو شير أو مشاركة أو حفظ في ألبوم الصور صراحة جدا اختصارات جدا جميلة عندك مثلا اختصار أيضا القرآن الكريم جدا رائع تلوات قصيرة الختمة المجودة أو عندك أيضا يعني جميلة جدا عندك أداة الواتساب أيضا رائعة لو سويت فتح محادثة بالواتساب ادخال الرقم يدويا أو استخدام يصير بدون ما تخزن الرقم عندك وترسله أي شيء عندك أيضا حاسبة التخفيضات قيمة المضافة عندك أيضا هذا التحميل وعندك يعني أشياء صراحة جدا كثير اختصارات أنا حاطط لكم طبعا أنا من يضايف كل اختصارات ولكن حاطط لكم تقريبا 31 اختصار وبإذن الله حتابع معاكم أول بأول أي اختصارات أشوف منها فايدة حضيفها في الموقع فحمل تطبيقي محمد حدايدي بيوصلك بإذن الله الإشعارات أول بأول لأي شيء أنزله بداخل التطبيق فخلينا نشوف كيفية مثلا التعديل على أي اختصار مثلا هذا عندك الاختصار باللغة الإنجليزية مثلا مكتوب لو ضغط على الثلاث نقاط اللي هنا هنا أقدر أعدل بنفس الاختصار كيف أعدل عليه حتلاقي هنا هذه العلامة لو ضغط عليها مثلا هنا الاسم مثلا هنا أكتب التحميل بعدين تم هنا لو حابب أغير لون الأيقونة أخليها أي أيقونة مثلا أخليها هذه وبعدين تم وبدأ أغير لونها أخلي لونها مثلا بالأخضر تم خلاص الآن تم طبعا سبق وشرحته قبل كده تقدر تضيفه إلى سيري يصير باستخدام سيري أيضا تقدر تتوجه إلى أي اختصار الآن غيرت اسمه واللون تبع الخلفية وصارت جميلة جدا عندك أيضا هذا اللي يسحب لك أيقونات اللي هو التطبيقات يعني مثلا تطبيق محمد حدايدي أبغى أسحب الأيقونة منها بعدين تم أيقونة اللي في الأب ستور على طول طلع لي التطبيق عندي من الأب ستور هذا هو حيسحب لي فقط الأيقونة يعني بي إن جي بيحفظها عندي في ألبوم الصور مباشرة عندك أيضا اختصار استخراج صورة من بي دي ايف عندك تقدر تحول من فيديو إلى صوت تقدر تشغل أي فيديو عندك في الخلفية من ألبوم الصور صراحة اختصارات رائعة لايفوتكم هذه الاختصارات ولايفوتكم استخدام واستغلال إمكانيات هذا التطبيق وحسابات المبرمجين تركت لكم هي أيضا بصندوق الوصف مع روابط تحميل الاختصارات يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة ولو أنت تعرف مبرمج معين أو اختصار معين ياريت تشاركوني في التعليقات في أمان الله